حبايب قلبي اهلا بكم في نشرة اخبار جديدة عاجل ورض الينا الجيش المصري انشر فيديو خطير حول المقاتلات الفتاكة التي يمتلكها وعاجل وخطير انفجار كبير قنبلة تهز العاصمة الاثيوبية وعاجل منذ قليل انفراد الحكومة التجه للغلق التام بعد انتهاء جولة الاعادة لانتخابات البرلمان نمتشر لكم التفاصيل الكاملة وهام جدا بايونتيك تعلم موعد تسليم لقاح كورونا المية وعشرين دولة وتكشف موقفها من افريقيا وقرار هام من مجلس الوزراء بشأن توفير لقاحات كورونا للمصريين في البداية نرحب بحضراتكم في فيديو جديد واخبار جديدة في قناتكم مصر ميديا اي اي بي عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اذكروا الله جماعة الخير فجروا زرار اللايك والاشتراك اسفل الفيديو عاوزين نوصل الف لايك على هذا الفيديو واللي بيحب مصر ووطني هينزل اكتب تحيا مصر في التعليقات تحت عاوز اشوف الوطنيين مفجرين التعليقات تحت بكلمة تحيا مصر ولو انت على الفيسبوك وفاتح فيديو هتلاقي كلمة متابعة جنب اسم القناة يريد تدوس على كلمة متابعة عشان توصلك فيديوهاتنا واخبرنا الهمة اول باول وتعالوا نشوف تفاصيل اول قبر مهم جدا معنا وعاجل ورد الينا الجيش المصري ينشر فيديو غطير حول المقاتلات الفتاكة التي يمتلكها عرضت قوات المسلحة المصرية فيديو تستعرض فيه مجموعة من المقاتلات من انواع مختلفة ويظهر في الفيديو مقاتلات ابرزها مقاتلات ميج 29 الروسية الصنع ومقاتلات روفال الفرنسية الصنع ومقاتلات F-16 الامريكية الصنع كما ظهرت مروحية 52 التمساح وقالت قوات المسلحة المصرية ان سلاح الجو يستطيع تنفيذ اي مهمات والمصدر معنا كان من صفحة قوات المسلحة الرسمية على اليوتيوب طبعا لو نفتكر ان الرئيس السيسي قال كلمة مهمة جدا ان الجيش المصري قادر على حماية مصر اذا كان داخل الحدود او خارج الحدود فطبعا دور القوات الجوية مهم جدا وطبعا القوات الجوية المصرية هم نصور السماء ولو نفتكر برضو ان من قيمة كام يوم والموضوع انتهى تقريبا يوم 26 11 تدريبات نصور النيل واحد بين قوات الجوية المصرية والسودانية منتظر رأي حضراتكم تعالوا نشوف خبر تاني معنا مهم جدا وهو عاجل وخطير انفجار كبير قم بلا تهز العاصمة الاثيوبية ولكن قبل ما نبدأ في تفاصيل هذا الخبر العاجل جدا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو كنتم على اليوتيوب ومتابعة على الفيسبوك لو انتم على صفحة الفيسبوك وتعالوا نعرف مع بعض التفاصيل انفجر قم بلا بالقرب من مطار بولي بالعاصمة الاثيوبية ابيس ابابا وقالت السلطات ان الحادث لم يسفر عن اي اصابات جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الاخبارية وقال خبراء ان الحرب التي تخضها ايثيوبيا منذ قرابة شهر ضد قوات الشمالية ربما تتحول الى حرب عصابات رغم اعلان قوات الاتحادية النصر بعد سيطرتها على عاصمة الاقليم مطلع الاسبوع ويعتقد ان القتال الذي اندلع في الرابع من نوفمبر اودي بحياة الالاف كما دفع بلاجئين الى السودان وقر ايريتاريا الى الصراع وفاق مجوع والمعاناة بين سكان تيجاري الذين هم عددهم خمسة ملايين نسمة ولا تزال هناك تقارير عن اشتباكات بين قوات رئيس الوزراء ابي احمد وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجاري رغم ان الاتصالات ما زالت مقطوعة الى حد بعيد كما ان دخول الاقليم ممنوع ويتهم ابي الجبهة الشعبية لتحرير تيجاري بالخيانة خاصة بعد هجومها على قاعدة للجيش بينما يقول اهل تيجاري ان ابي رفيق السلاح السابق الذي كان شريكهم في الحكومة يريد الهيمنة على جماعتهم العرقية من اجل سلطته الشخصية واسخر كل طرف من اتهامات الطرف الاخر المصدر معنا كان من صحيفة الموجز منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الخطير طبعا زي ما حضركم عارفين اثيوبيا مشتعلة الان ومن القريب او تقريبا يعني ستقوم حرب اهلية لحسب التقارير والمواقع العالمية والرسمية تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني في مدها الاهمية وهو خاص بمصر وعاجل منذ قليل انفراد الحكومة تتجه للغلق التام بعد انتهاء جولة الاعادة لانتخابات البرلمان كشفت مصادر برلمانية ان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد تتجه للغلق التام بعد انتهاء جولة الاعادة للانتخابات البرلمان والتي يتبقى منها جولة الاعادة بمحافظات المرحلة الثانية واضفت المصادر ان تزايد اعداد الاصابة بفيروس كورونا قد يضطر الحكومة الى اتخاذ اجراءات احترازية جديدة وتجديد اجراءات الغلق اكثر من الموجة الاولى واختتم المصدر بان الحكومة تمهلت في اتخاذ اية اجراءات للغلق لان اعداد الاصابات لم تخرج عن السيطرة الى جانب اهمية اتمام الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات البرلمانية المصدر معنا كان من صحيفة الموجة طبعا لو بصينا على اعداد الاصابات هنلاقي ان انبارح اللي هو يعني هنلاقي امس الاربعاء يعني تم تسجيل 421 حالة اصابة وطبعا ده في تزايد يعني ان عدد الحالات انتقل من 380 تقريبا لـ 420 كده احنا داخلين في مرحلة الخطر فانتمنى يا رب الشفاء لكل مرضى ومصابي فيروس كورونا ويا رب بعيدوا عن اهلنا وحبيبنا يا رب وخرجنا من هذا الوباء على خير ان شاء الله نتمنى ان يتم توزيع اللقاحات بشكل اسرع ويتم الاعلان عن جميع اللقاحات بشكل رسمي في اقرب وقت ان شاء الله دعواتكم تعالوا نشوف بمناسبة ان احنا بنتكلم عن لقاح كورونا تعالوا نشوف بايونتيك تعلن موعد تسليم لقاح كورونا الـ 120 دولة وتكشف موقفها من افريقيا اعلنت شركة بايونتيك الالمانية انها بدأت عملية تسليم لقاحها المشترك مع شركة فايزر الامريكية مشير الى انه من المتوقع بدء توزيعه في بريطانيا خلال يومين واوضحت الشركة في مؤتمر صحفي لها مع شركة فايزر انها ستحصل على موافقة اوروبية وامريكية على لقاح فايزر منتصف ديسمبر الجاري واشارت الشركة ان حوالي 2% فقط من الخاضعين لتجارب اللقاح عانوا من صداع خفيف واعياء وجدد بايونتيك تأكدها ان اللقاح يحاكي المعلومات الجينية لفيروس كورونا لتوليد مناعة لدى الجسم وقالت الشركة الالمانية المنتجة للقاح كورونا انها تشترك مع شركة فايزر من اجل انتاج وتوزيع اللقاح في 120 دولة مشير الى انه يجرى اختبارات حول لقاح كورونا في افريقيا واسيا واكدت الشركة سعيها لايصى اللقاح كورونا بسرعة كبيرة لكل دول العالم بما في ذلك 34 محافظة في الصين واوضحت انه يمكن حفظ اللقاح لمدة 15 يوما في درجة حرارة 70 تحت السفر لافت الى انه تم تطوير صناديق الشحن حافظة للقاح تم تصميمها خصيصا للتحكم في درجة حراراتها للحفاظ على شروط التخزين وكشف بايونتيك انها وفايزر قامتا بالتوقيع على انتاج اكثر من نصف مليار جرعة للقاح كورونا مشير الى انه من المتوقع توقيع اتفاقيات مع دول اضافية لايصال اللقاح اليها وتقول وكالة الادوية في بريطانيا ان اللقاح الذي يوفر حماية تصل ل95% من مرة كوفيد 19 آمن الاستخدام وقال وزير الصحة مات هانكوك ان اول 800 الف جرعة ستكون متاحة في المملكة المتحدة اعتبارا من الاسبوع المقبل مضيفا انه يجب على الناس الانتظار حتى يتم الاتصال بهم من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية وقال هانكوك انه سيتم طرح الجرعات باسرع ما يمكن من قبل شركة فيزر في بلجيكا مع اول تحميل الاسبوع المقبل ثم عدة ملايين خلال شهر ديسمبر لكنه اضاف ان الجزء الاكبر من الطرح سيكون العام المقبل وقال هانكوك كان عام 2020 مروعا للغاية وسيكون عام 2021 افضل انا واثق الان مع الاخبار اليوم انه من الربيع من عيد الفصح فصاعدا ستتحسن الامور وسيكون لدينا صيف في العام المقبل يمكن للجميع الاستمتاع به واضاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حماية اللقاحات هي التي ستسمح لنا في النهاية باستعادة حياتنا وتحريك الاقتصاد مرة اخرى ان شاء الله يتم توزيع اللقاح على خير من قبل شركة بايونتيك الالمانية ويتعالوا نشوف مع بعض قرار هام للمجلس الوزراء بشأن توفير لقاحات كورونا للمصريين خلال العرض للاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اشارت وزيرة الصحة الى ان معدل الاصابات بالفيروس يأخذ منحنى تصاعديا خلال هذه الفترة لافتة في هذا الصدد الى ان محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية سجلت معدلات اصابة تعد هي الاعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية منوها الى نسب اشغال الاسرة سواء الداخلية منها او الخاصة بالرعاية او اجهزة التنفس داخل المستشفيات وتطرقت الوزيرة خلال العرض الى تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالميا مشير الى انه في 30 نوفمبر 2020 اعلنت شركة مودي رينا انها تقدمت بطلب الى ادارة الغذاء والدواء FDA للحصول على ترقيص الاستخدام الطارئ بعد اقل من عام بدأ اول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا وهذا يعتبر الطلب الثاني لادارة الغذاء والدواء بعد اسبوعين فقط من طلب شركتي فيزر وبوينتيك موضح انه في حالة حصول شركة مودي رينا على الاذن يمكن ان تبدأ الحقن الاول للقاح في 21 ديسمبر 2020 واشارت وزيرة الصحة خلال الاجتماع الى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التي شكلت مؤخرا واسند اليها متابعة الابحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا كما كلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة التي ينبغي ان تقوم الدولة بالتعاقد على احداها المصدر معانا كان من صحيفة الموجز وطبعا يعني انا متفائل جدا ان شاء الله خير ان شاء الله هذا الفيروس ينتهي ونرجع لحياتنا تاني وما بقاش لازم نلبس كمامة عشان ننزل الشارع نتمنى ان شاء الله توزيع اللقاحات في اقرب وقت جينا لنهاية نشرة الاخبار كان معكم اسلام من قناتكم مصر ميديا اي بي ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد واخبار جديدة في قناتكم مصر ميديا اي بي او في صفحيتكم على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته